بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بكم أعزائنا في حلقة هذا اليوم تهم معظم البيوت والعلاقة بين الطرفين لذلك العنوان النشوز والإعراض معظم البيوت ظاهريا يوجد زواج لكن هي هشة تماما معظم بالمئة ثمانين مثلا باقي البيت متكامل لأجل السمعة بين الناس فقط لأجل السمعة وكلها تدخل في مرحلة النشوز والإعراض لذلك معظم الآيات في سورة في القرآن الكريم اسمها سورة التغابن التغابن يعني ما في مشكلة إذا أحد الطرفين الزوج أو الزوجة انغبن شيء من الغبن في هذه الشراكة أو هذه العلاقة إذن سورة التغابن فكل طرف يقول الحق عليها هي تقول لا الحق علي هي أخي شيء من التغابن وبنحل الأمور وبتمشي وسوف نرى حاليا ماذا في سورة النساء الآية 128 ومعظم الأسئلة وردت حول هذا الموضوع وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ماذا يعني هذا الكلام وما هي الملاحظات اللغوية طبعا الملاحظات ليس نقد لكن ماذا سوف نلاحظ في خلال هذه الآية هنا قال امرأة لم يقل زوجه إذن ما في تفاهم ما في محبة الزوجة هي التوافق وإن امرأة ما قال خافت من زوجها لا من بعلها يعني هو شكل بس زوج فسمىه بعل يعني وليس زوج إذن لا في محبة ما في تفاهم يعني خلاصة يعني بالعامية ما حد عبي طيق الآخر إذن قال امرأة وبعل فالعلاقة هي بين امرأة وبعل ما وزوج وزوجي إذن العلاقة يعني قال نشوزا أو إعراضا ما هو النشوز النشوز يعني عينه بره خالص ويتعالى على زوجته يعني يعتبر مواطني من الدرجة الثانية في البيت لذلك قال تعالى في صوت المجادلة وإذا قيل انشوزوا فانشوزوا انشوزوا ليس الشوز لا يعني ارتفع شوي في المجلس وإذا قيل انشوزوا فانشوزوا يرفع الله الذين آمنوا إذن انشوز يعني ارتفع قليلا أو أنت جالس على الأرض انشوز تفضل إلى المقعد هذا هو النشوز النشوز هو التعالي أو هو عدم التوافق لذلك أحيانا عند السادة الموسيقية يقول لك هذا صوته نشاز يعني هذا ما ماشي مع الطبق مع الطبقة الموسيقية فهذا نشاز لذلك النشوز هو أعلى وأخفض لذلك أحيانا البعل بيكون عنده شيء من النشوز وهذا سببه غالبا التوجه الديني أنه الرجال قوامون على النساء كأنه هي عبدة القوامة يعني الرعاية كونوا قوامين بالقصط وليس بالنشوز الله كان قال كونوا قوامين بالنشوز يقول لك يعني فرضا يروجون لكم بعض الأقوال لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد إلى زوجها يا أخي والله عيب يعني السجود لغير الله ما وارد على الإطلاق لا شكل الزواج هو عقد 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 بكل ما تحوي الكلمة من معنى والسبب أن الزوجة هي طرف العقد ليس هو عقد نكاح وليس عقد عبودية لو كان عقد زل وعبودية فمن حقه أنه ينشوز إذن خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا إعراض بيهجر البيت بيهجرها بشكل كامل لا بيكلمها ما في مزح ما في ابتسامة إعراض كامل لذلك يعني الله دائما يعني يقول أعرض عنهم فأعرض عنهم يعني خلاص ما تكلموا نهائي فأعرض عنهم عن الكافرين عن المشركين أعرض فالإعراض يكون مشكلتنا في داخل البيوت فدائما الرجال عندهم قضيتين النشوز والإعراض النشوز تقريبا كامل أنا رب الأسرة أنا الآمر الناهي كلامي هو في النهاية بدي يمشي نشوز وتعالي هنا أقل شوي إعراض لا يهتم فيها لا يهتم بأمر البيت وغالبا بالسهر بالزهاب بالكذا يعني عنده البيت عبارة عن تحصيل حاصل لذلك هنا قال فهنا تصبح امرأة مع بعل هنا المشكلة في آخر الآية يوم القيامة وأحضرت الأنفس الشح الشح ليس البخل البخل يكون في المال أما الشح حتى بالعواطف حتى في الابتسامة حتى في الكلمة الحسنة هذا صار شحيح فقال تعالى أشحة عليكم ما هي نتائج الشح سلقوكم بألسنة حداة يعني البعل يسلق زوجته بألسنة حداة هي كذا هي صفتة يا أخي سلقوكم بألسنة حداة لذلك أشحة على الخير ما عاد عنده أي خير لا إله ولا لبيتها ولا لأولادها حسب صورة الأحزاب التساطعش إذن أحضرت الأنفس الشح أشحة عليكم أشحة على الخير وسلقوكم بألسنة حداد كذا 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 دائما يسلق زوجته بألسنة حداد لذلك الإنفاق هو أحد أمور الكرم وليس الإعراض فالشحيح بالمال بالعواطف بالابتسامة بالكلمة الحلوة بالبقاء داخل البيت ما عنده أي خير على الإطلاق أشحة على الخير لذلك وأنفقوه خيرا لأنفسكم أي لا تكون شحيح على الخير ومن يوقى شحة نفسه فأولئك هم المفلحون بدك تفلح في الآخرة يجب أن توقى شحة نفسك وما يكون عندك أنفس شح فتكون أنت ناشز ومعرض إذا أنت في البيت أيها الزوج أيها البعل ناشز ومعرض فأنت عندك نفس شحيحة ولن تفلح في الآخرة على الإطلاق ومن يوقى شحة نفسه فأولئك هم المفلحون لكن بيقولوا كثير من الرجال هي عند مشاكل كذا كلامة كذا الأولاد كذا كذا الله قال الله صريح تماما فالله في سورة التغابن الآية رقم 14 قلنا التغابن هو أحد بدي يكسر بدي يعطي بدي يتنازل معلش عنده غبن يعني قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وصل لمرحلة العداوة عدوا لكم فاحذروهم خليك حذر بس مو إعراض وشح تتعامل معها بحذر لكن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ثلاث شغلات رب الأسرة رب الأسرة بده يعفو ويصفح ويغفر ما هو الفرق الله طالب بسلاس أمور فإن الله غفور ورحيم إذن العفو نقول أن الدولة أصدرت عفو على المساجين إذن العفو لا يعني إلغاء الزنب عفو يعني فلان أزنب معك أنت قلبك ما صفي له بشكل كامل لكن عفيت لذلك الله قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فإذا أنت عفيت على زوجتك عفيت عن أول هدك فأنت عند الله محسن أول كل شيء بدك تعفو وإن كان قلبك لسا في شيء لكن أولا عفيت ثانيا تصفح بعد ما تعفي ارتقي إلى الصفح ما هو الصفح بصورة الحجر 85 فصفح الصفح الجميل الصفح هو تسامح بدون شكوى يعني عملت كذا وسويت كذا الله يسامحك لا أعملت يا أخي خلاص بدون شكوى إذن فصفح الصفح الجميل أما الغفران هو تناسي الزنب بشكل كامل الزنب هو اللي إله تبعات الزنوب هي اللي إله تبعات عقوبة لذلك سماها الزنب نقول الزنوب هي الحبال الطويلة يعني قال الزنوبا مثل الزنوب أصحابهم يعني سوف في سلسلة زرعها سبعون زراعا إذن الزنوب لذلك ويغفر لكم زنوبكم اغفر لها زنوبة ما تعتب فيها إذن أولا بتعفي ثانيا بتصفح بدون شكوى ثالثا بتنسى الزنب اللي قامت فيه بشكل كامل وأي خطيئة قامت فيها فتغفر ليغفر لنا خطايانا بصورة طه إذن المغفرة للزنوب والخطايا مهما عملت أي زنب أو أي خطيئة بشكل كامل أن تغفر لأن الله سبحانه وتعالى هو أسطى غفور لذلك ليغفر لك الله ما تقدم من زنبك وما تأخر فالمغفرة للزنوب والخطايا لذلك ماذا ندعي نحن في الآية الأخيرة من صورة البقرة وعفوا عنا اعفوا واغفر لنا نحن نطالب الله بها القضيتين فأنت تقول لله اعفوا عني واغفر لي وأنت معه بتعفي وبتغفر إلى زوجتك يعني هنا في خلل إذن إذا أردت الله أن يعفوا عنك ويغفر لك ثم يرحمك فإذا ما عفى عنك وما غفر لك فلن يرحمك لذلك واغفوا عنا واغفر لنا وارحمنا في الآية الأخيرة من صورة البقرة لذلك الغفران دائما يكون للزنوب ومن هنا آيات الاستغفار ماذا يعني استغفار يعني طلب الغفران استغفر واستغفر الله إن الله غفور رحيم فالرحمة دائما تأتي بعد المغفرة فالرجل قلنا أولا في البيت لكي نحافظ على الخلية الأولى في المجتمع لكي يربوا الأولاد في جو هادئ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وليس مسكنا من السكينة ومن الهدوء لكن أوهن البيوت بيت العنكبوت لأنه لا يؤمن السكينة الأنسة تقتل الزكر الأولاد يقتلوا الأم إذن هو مجزرة فسمى واهن ما قال أضعف نسيج العنكبوت متين جدا لكن هو موبيت يعني حتى ما تكون بيوتنا مثل بيوت العنكبوت فيها مشاكل وفيها صراعات أولا إن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فيا أيها الرجل يجب أن لا يكون عندك نشوز ولا إعراض أي لا تكون شحيح وإلا سوف تخسر يوم القيامة ولن تكون مفلح الله قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم مع أنه عدو لكن أولا تعفوا وتصفحوا وتغفروا في هذه الحالة إن الله غفور ورحيم معكم فإنسى مشاكل الزوجة ونتمنى لكم كل السعادة داخل البيت وإلى حلقة أخرى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته اشتركوا في القناة